جرأة غير مبررة وغير مسؤولة من ناس كده في الشعب بيتكلموا بشكل لا يليق أحيانا عن الجيش وعن الناس وعن بتال فاللي حاصل امبارح مثلا في فيلم الممر وانا ارجو ان الناس تستغل الحالة الوطنية المصاحبة للفيلم الفيلم ده ظلم في السينما ظلم لاسباب يعني لا داعي لذكرى ويمكن الحالة دي هي اللي خلت ناس كتير امبارح يتلموا في البيوت ويتلموا على الهاوي عشان يشوفوا فيلم الممر اللي هو بيجسد بطولة من بطولات الجيش المصري اللي انا متأكد انه فيه آلاف البطولات زيها وآلاف الوقائع زيها كانت فيه حرب الاستنزاف وفيه حرب اكتوبر وتستحق ان احنا نعمل افلام عنه الخلاف حوالين الفيلم ده جائز يعني سينمايا وفنيا نتكلم براحة الناس تتكلم براحة لكن حتى لو فيه ناس شايفة انه فيه مشاكل فنية وفيه مش عارف ايه ابتدى امر لا يجب ان يعطل الرسالة الوطنية اللي موجودة قدامنا حتى بعض الصحفيين مثلا والاعلامين زعلنين من دور الفنان احمد رزق في الفيلم انه هو الصحفي اللي بيروح لانه شايفينه انه يعني كان في كبريات وكان مش عارف ايه وانه كان يعني بيتم الاستهزاء به وده لا يليق لانه صورة صورة المراسل الحربي في حرب الاستنزاف وحرب تلاتة والسبعين بيمثلها ناس من اباطرة الكتابة والفكر في مصر زي الاستاذ جمال الغطاني وزي الاستاذ عبدالباشر وزي الاستاذ حمد الكناسي وغيرهم الناس كتير فكان مثلا الصحفيين واخدين على خطر لكن يا سيدي في سبيل الهدف انه يسمو انا بطالب الاخواننا الصحفيين والاعلامين يعني يهدوا شوية مقتضيات الدراما احنا في الاعلام مش كلنا ملايك زي الناس في السينما اللي بيشتغلوا في السينما مش كلهم ملايك فانا اتمنى انه الفيلم بيعرض بشكل مكسف جدا اتمنى انه تتعمل حفلات في المدارس ان الفيلم يتعرض ويتشاف والولاد يتكلموا في الجامعات وفريق الفيلم يروح والناس تشوفهم لانه هزي الحالة اللي حصلة اللي بتدفعنا يعني انا شفت على الشبكات التواصل الاجتماعي ناس متفعلة بشكل كبير جدا مع الفيلم فالحالة دي محتاجين نستغلها طيب نقول كلمتين بصراحة بقى واللي يزعل يزعل بصوا جماعة الابطال بتوع فيلم الممر دول انبارح حركوا عند عيال صغيرة وشباب صغيرين حاجات مهمة جدا وطنية كويس ليه انت مقدم له بطل 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 بيدفع عن ارضه وبطل شجاع وبطل الولاد يتمنوا يبقوا زيه نوقف بقى في عرضوك نوقف بقى الدراما الافلام المسلسلات اللي ابطالها بلطجية وتجار مخدرات يعني ممكن يبقى فيه خط درامي في مسلسل فيه تاجر مخدرات مش البطل العظيم اللي انت مقدمه كتاجر مخدرات في عايش عيشها محدش عايشها وبيعرف ستات حلوة وبيسافر برة وبيصرف ببزخ فطبيعي انه ده النموذج اللي انت بتقدمه للولاد فالولاد عايزين يبقوا زيه كويس فنرجوكه في الوقت ده لانه ده اكتشفنا انه خطر كبير جدا انتوا عارفين يعني السيد عادل امام على دماغنا من فوق الزعين بس عادل امام اضر الاجيال المصرية ضرر بالغ جدا ليه لانه كان بييجي في اول فيلم بتاعه سعلوك مفيش معاه حاجة وبعدين بالسرقة والنصب والالتجارة في الممنوعات يبقى راجل مليونير ويهزم الناس ويقتل كل اللي موجودين وهو يطلع سخصة ليه فده اللي تقدم كنموذج فكل الناس عايزة تبقى كده بسهولة شديدة جدا ما اعترامنا يعني للأستاذ عادل امام بس دي معظم الافلام اللي قدمه السعلوك اللي هو مفيش حاجة خالص لا متعلم ولا متنيل ولا ليه في حاجة وبعدين يبقى هو البطل الذي لا يشق له وبار خلاص محتاجين بقى كويس ماشي دي اعمال مطلوبة الناس بتروح تفرج عليها بس احتياجات البلد اهم فنرجو الناس القائمين بقى على الدراما وعلى السينما وعلى الابداع وعلى كفاية بقى الفترة اللي جاية يعني السنين اللي جاية دي نقدم نمازج مشوهة ليه الشباب ما هو نموذجه الولاد كلهم عاوزين يبقوا زي النمازج اللي حربت دي واللي ضحت وشكلهم حلو وبتكلموا حلو نعرف نقدم ابطال فالولاد يبقوا زيه نرجو نرجو نتمنى انه ده يحصل ما تبقاش بس ايه هبة او ما تبقاش لا دي بقى ده النموذج اللي بنقدمه لشبابنا ان شاء الله